السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب الحبيب في القرآن برنامج طيب برنامج نعيش فيه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء القرآن الكريم النهاردة هنقف مع تفسير لأسماء سيدنا الحبيب فسيدنا النبي كما قلنا في الحلقات الماضية لازلنا مع أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فصرنا وقفنا مع الفرق بين أحمد ومحمد وتكلمنا أسماء الرسول الواردة في القرآن كم اسم ورد كم مرة وفي صور إيه في الحلقات الماضية والنهاردة هنقف مع معاني أسماء الحبيب صلى الله عليه وسلم فقلنا إن سيدنا النبي الأسماء الواردة في الأحاديث أحمد وشرحناها محمد وقفنا معها طيب محمد وأحمد ما بتصالوش على النبي ليه صلى الله عليه وسلم والماحي إيه الماحي من المحو من الطمس من الإزالة وسيدنا النبي شرح اسمه بنفسه قال وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي مَحَ اللَّهُ بِيَا الْكُفْرِ بِأَبِه وَأُمِّي صلى الله عليه وسلم أنا الماحي الَّذِي مَحَ اللَّهُ بِيَا الْكُفْرِ شوف النهاردة بلاد الحرامين عملت ازاي وكات أيام سيدنا النبي وقريش عملت ازاي شوف يسرب اللي بقى اسمها المدينة المنورة بقت عملت ازاي النهاردة انظر كده إلى العزة لما تنظر كده إلى المسجد الحرام والكعبة ربنا يعيدنا يا رب بالزيارات قريبا ومرارا وتكرارا شوف العدد وشوف تصور كده كان حواليها ايه ايام النبي اهم ليه محى الله بيا الكفر وشوف مسجد سيدنا النبي في المدينة عمل ازاي اهم ليه أنا الماحي الذي محى الله بيا الكفر ايه كمان وانا الحاشر وفي سيدنا النبي يفسر الاسم بنفسه يقول وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وفي رواية يحشر الناس على عاقيبي يعني ايه اول من يحشر هو سيدنا النبي ليه لانه هو اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة ما ليه يعني اول قبر سينشق يوم القيامة هو قبر سيدنا النبي في المدينة المنورة عند الراوضة الشريفة يا رب ارزقنا بالزيارة واول شخص هيخرج من تحت الارض من قبر هو سيدنا النبي لدرجة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينفخ في الصور فاكون انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة فاذ باخي موسى ماسك بقوائم العرش ولله المسر الاعلى فلا ادري افاق قبلي او هو ممن استسناه الله الشاهد ان النبي يقول انا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي سيدنا النبي دايما في المقدمة هنعرف دلوقت يبقى الماحي وشرحناه الماحي والحاشر وعرفناه ايه كمان وانا الخاتم او العاقب فلا نبي بعدي الخاتم يعني من الختام خلاص ختم ومسك فكان سيدنا النبي خاتم النبيين والمرسلين كان سيد النبي خاتم النبيين والمرسلين فكان لبنة التمام كان لبنة التمام ومسك الختام وبدر التمام سدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى محمد أحمد الماحي محى الله به الكفر الحاشر يحشر الناس على العاقبة أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنا العاقب أو الخاتم فلا نبي بعدي الرواية التانية برضو عند البخير المسلم وأنا المقفى المقفى يعني صرت على منهج إخواني من الأنبياء والمرسلين والمقفى كما قال الله ثم وقفينا من بعده بالرسل وكان الخاتم سيدنا النبي فصار على النهج وختم بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم إيه كمان من الأحاديث عند البخير المسلم الأنا أحمد محمد صلى الله عليه وسلم الماحي العاقب الحاشر إيه كمان نبي الرحمة نبي الرحمة أمريه عصد الأنبياء السابقين كانوا رحمة لقومهم فقط إنما الميزة والخصوصية اللي ربنا أعطاه لسيدنا النبي من خلال القرآن أن الله جعل النبي رحمة من لمين وما أرسلناك إلا رحمة ها للمسلمين للمؤمنين للبشر لا 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 للملائكة لا 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 للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمون من العالمون بسرعة كده الملائكة نقوله عالم الملائكة والجن نقوله عالم الجن البحار عالم البحار الحيوانات عالم الحيوان عالم البشر عالم الفضاء عالم البحار إيه الموضوع بقى؟ قالك العالمون هم كل ما سوى الله لما ربنا يقول في حق النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني سيدنا النبي سبب في الرحمة لكل ما سوى الله للمسلمين وغير المسلمين للإنس والجن للطير والحيوان للملائكة للسماء للأرض لما بينهما عرفت ليه سيدنا النبي قال عن نفسه فأنا نبي الرحمة إيه كمان؟ ونبي التوبة إيه نبي التوبة دي؟ هل الأنبياء السابقين ما كانش عندهم توبة؟ كان موجد عندهم توبة بس توبة بشروط صعبة لدرجة لما عدت تقرأ في القضية دي لقيت إن بعض المناهج والشرائع السابقة من عصى الله في سياب لا يلبس هذا السياب مرة سانية جلبية عملت فيها خطيئة أو ذنب أو كبيرة أو معصية تبساش تانيك أميص جاكت بدلة بانطلون حزاء خلاص ارميك ولو فيه أظن إحنا لو عملنا كده محدش يلبس حاجة خالص ولو فيه نجاسة كانت أتت على السياب في السابق لا تتطهر لكن يقطع هذه المنطقة البقعة دي تقطع زلك سيدنا النبي السمي يا نبي التوبة توبتنا في الإسلام لا شروط لها التوبة تجب ما قبلها التوبة تغفر ما قبلها التوبة لا وقت لها فبابها مفتوح منذ أن نزلت من بطن أمك إلى أيوة ما لم تغرغر أو تطلع الشمس من مغربها والتوبة عندنا محببة وتوبوا إلى الله جميعا ما ليه؟ توبوا إلى الله توبة نصوحا والله سمى نفسه التواب والتائبون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وليس التائبون ليه؟ تائبون مفردها تائب تب مرة واحدة اسمي فاعل إنما التوابون مفردها تواب يعني كسير التوبة واللي كسير التوبة كسير المعصية والزنوب نبي التوبة نبي الرحمة نبي الملحمة الملحمة نبي الجهاد الجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى الجهاد للدفاع عن الإسلام والمسلمين بشروطه وضوابطه المتفق عليه الحديث بقى البخاري من حديث عبدالله بن عمر بن العاص محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل فربنا ذكر اسم سيدنا النبي في التوراة المتوكل الذي توكل على الله ومن توكل على الله كفاه محمد أحمد الماحي الحاشر العاقب المقفى نبي الرحمة نبي التوبة نبي الملحمة المتوكل إن شاء الله نشوف حضراتكم على خير في حلقة جديدة عشان نكمل في برنامج الحبيب في القرآن أشوفكم على خير صلى على الحبيب ألبك طيب السلام عليكم